ذنبهم الوحيد هو مجاورة مقر إحدى القنوات الفضائية التي تعرضت لعمليات حرق وتخريب من قبل مجهولين نعم هذا الهجوم الذي تم على مقر مستأجر لإحدى القنوات الفضائية في العاصمة بغدادة وتعرضه لعمليات حرق وتخريب من قبل مجامعة غاضبة لكن الأمر تعد مقر القنوات ليصيل التخريب إلى منزل سكني مجاور من تصميم المهندس المعمري العراقي محمد مكية وهذا المنزل ليست له علاقة بالقنوات تملكه عائلة ولها سند خاص بها مجموعة مجهولة الهوية اقتحمت المنزل وأحرقت كل ما فيه من السيارات وممتلكات ثمينة لهذه العائلة إلى جانب إحراق وإطلاف جميع المستملكات الثبوتية أصحاب المنزل يتساءلون لماذا لم تتدخل فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية المتواجدة في المكان في إيقاف أعمال التخريب ومن سيعوضهم ما خسروه مطالبين الجهة المعنية بإدارة الدولة وفق الدستور وأحكام المادة الثامنة والسبعين منه داعين رئاسة الوزراء للإجابة عن تساؤلاتهم وكشف الجهة التي يوجه إليها الاتهام بهذه الأحداث ترجمة نانسي قنقر